مشاهدينا مع بار ميشيل عبود اليوم رح نخطم حلقتنا لحتى نحكي عن عيش الفرح بحياتنا ببار عبود أهلا وسهلا فيك نحنا ما حطتنا سابتك اليوم أربعة ونحنا حجزنا مقاعدنا لحتى نكون معك اليوم أربعة نحكي عن موضوع كتير مهم ولي هو عيش الفرح نحنا منبحث عن الفرح والسعادة بحياتنا ورح نميز خلال الحلقة بين الفرح والسعادة ووقات منفتش وما منلاقيه لكن بس نقول فرح دقري كل واحد منا بيفكر بشعور بإحساس هو مظبوط لكن الفرح يعاش ولا يعبر عنه بكلمات لكن هو تزوق معين لشيء أسمى من يلي أنا عم عيشه وإنما بس نقول الفرح هو هالسلام يلي الإنسان بيعيشه بحياة متوازنة ويلي هو هدف الإنسان أول سؤال بسأله للشخص كيفك؟ شلا فرحان شلا مبسوط لأنه هذا شيء طبيعي لقلك إذا ما كان موجود مثل التنفس واحد ما بيقول أنا عم تنفس بيقول ضيق نفسه والإنسان بتفتش إذا لأ السعادة أو الفرح أو لا فهو هذا الشعور يلي الإنسان بيقدر يعيش فيه بخلال توازن فكري نفسي عاطفي وحياة واقعية اجتماعية هذا هو يلي بيحطوه بالفرح وتقلب وهي دي الرغبات مش على طول بتكتفي لأنه الإنسان على طول بنمو وبحاجة دائمة فالفرح هو هذا الشعور يلي الإنسان بيقول أنا طالب شيء وأنا وصلت له فيه فرق بين الفرح والسعادة يعني إياه من قول تفضل تفضل أي أوقات حطوا هذا الشيء وحتى اختلفوا فيها فجينا قلنا أنه السعادة مرتبطة بشيء آني معين والفرح بشيء روحي أبدي فيه ناس حتى قلبوها حتى قالوا العكس نحن وعم نحكي عن الشيء أنه تفضل الفرح هو شيء عابر وبتجي السعادة هي شيء يسمى إلى النهي وإنما يلي نحن من ميزه أنه أنا بدي أعرف في شيء فرح أبدي دائما ويلي هو مرتبط بأله ويسوع بالإنجيل بيجي بيقول قلت لكم كل هذه الأشياء ليكون بكم فرحي ويكون فرحكم تاما مش فرح منقوص وإذا مثل ما قال أريستو بدي أقصبه إلى شيء بدي حط أمالي فيه بدي أعرف أنا مبسوط جبت سيارة يمكن أعمل فيها أكسيدان راحت أنا مبسوط عندي علاقة مع حدا هل علاقة أبدا تكسر راحت بس أنا بحط فرحي أو أمالي بحدا ما بيروح أبدا يلي هو الله السعادة نصب إليها أنه منعيشة يوميا بحياتنا وأحيانا تكون مرتبطة بالظروف الاجتماعية يلي نحن عاشنا فيها ربطنا الفرح بالبداية بالاكتفاء الزاتي وبهدف معين بدنا نوصل له كثير من الأوقات منحط حلم من حقيقه نفرح لنجاحنا ولكن بيزول بعد شوي ما بيطور لكن حبيت اليوم بس بدي أحكي عن موضوع جيب كتب للدكتور جميل الزغيب ماذا بحدا بيعرفه للدكتور جميل الزغيب الدكتور الأطفال يلي إن شاء الله كليا وبعيونه كتب عشر كتب يلي هلأ صوته عبد بي ويلي كتب فيه كيف بيكون إنسان مشلول هو عنده فرح نطلع من الأشياء اللي بسكره وبينشر الفرح حوالي وبينشر جدا شيء الكلمة اللي عاشبتني فيه أنه نعم السعادة والفرح يطوق لألا كل إنسان وإنما بتجي من حياة فيها استقرار وهذا الشي تيكون الفرح دائم ومنكون حزينين يوم منكون عم نسعى دائما لشي ما عنا إيه ومش عم نكتفي بالشي اللي عندنا إيه فالإنسان الفرح هو إنسان اللي بيكتفي بالشي اللي عنده إيه فساعتنا منطلع هذا الشي اللي حكي عنه أيضا عن مذكرات مصاب بالشلل يعني منطلع أنا منقول فيه أوقات نحكي عن فليس في مرأه بحياتنا وراحه وأوقات بنحكي عن أشخاص كتبوا مسائل فلسفية بس كنادين عم أكتبهم حطين سيجار بيتمهم الكيس قدامهم وعم نتخيل إشار ويمكن كان معهم حق فيها بس شخص ما عنده أي شي لهيك ساعتنا بنفهم إنه الفرح ينبع من الداخل وبيجي من قدرة الإنسان الفكرية الواقعية ومتل ما هو بيشدد دوكتور زغايب ويجي له تحية كتير كبيرة ويلي متعلم منه ويلي عم بيكون فرح للآخرين إنه على القليلة بل باليلي عندي ما تضل تحسر على شي يلي ما عندي ساعتها بنشوف السعادة والقناعة بيرتبطوا ببعض القناعة كان زون لا يفنى ولكن هل تجوز المقارنة لحتى نحس نحن بهذا الاكتفاء الزاتي مقارنة بشو؟ بيننا وبين الآخرين يعني هل لازم نحن أو البعض يمكن تكون هي مصدر أسل اللون إنه لما بيقارنوا إنه نحن أوكي هو ما عنده أنا عندي لكن أنا رح نبسط مثلا تنوضح بدنا ناخد قاعدة الحياة بتعلمنا ولا مرة إشت السعادة من الأشياء ولا مرة وإشت الأشياء عابرة لهيك فيه ناس كتير عندها أصور بس ما فيه حياة عائلية فيه ناس عندها ممتلكات حطت حد لحياتها وبتفتش على السعادة بتفتكرة هي دهية للأسف ما بتحس فيها وما بتلاقيها ساحتها بس إجوا العلماء وقالونا إنه السعادة تنبع من الداخل كمان اكتشف نفط وإشة معينة بالحياة وقالونا هم موجودة ما بقى تنقبوا بغير محال بار بس كيف بدنا نفتش على داخلنا؟ معنا إحنا منفتش كتير حوالينا ولكن ما منغوص لجواتنا لهيك إجاء أحد أبائي الكنيسة اليوم الذي لا تجلس به مع ذاتك لا تحسبه من أيام حياتك فبدك مثل ما بتعدي بتشوفي بتحضري حلقتك بتحضري شي معين بنا نطلع حالنا واسق تطلع حالي شو بلاقي؟ بلاقي الله ساكن فيي ساعتها الله عاطين نعم ما بشوفها بتطلع شوفها وإذا في عندي إشا سلبية أو ضعف بحياتي بحاول اتخطى ساعتها أنا ببلش أمشي على طريق الفرح ياللي ربنا بدو إياه مثل ما الأم والباقي شو بدون وولادهم؟ بدون إياهم بس يكون فرحونين الله ما بدو إياه إلا نكون فرحونين وأبونا قبل ما نختم لكل الأشخاص يلي اليوم ظروفهم صعبة بركة فقدوا كل شي عندهم إياه أهلهم شغلهم بيتهم شو ما نقلهم؟ برضي أقلهم مجرد ما أنتوا هلا عم بتفكروا هاي أكبر نعمي ونحنا بالحيات ما بقلنا الديسبولوس كل ألام هذا الدهر لا توازي لحظة من الدهر الآتي نحنا مش أشخاص عايشين تنكون تراب في القبور نحنا أشخاص عايشين تنكون بالسماء والسماء بتكون هون بتكون بأعماء ذاتنا ويوم نكتشف الله رح نكتشف السعادة معه وهذا الشي مش تندافع عن الله ولا تحتى ننشو صقافة الله تننشو صقافة الحياة لأنه إلهنا هو إله الأحياء سعادة من الله الله بتقولنا الديسي تراز له كل شيء ولكن صعب تحقيقا يعني أكيد نحكي ومنصلي وفي رجع وفي إيمان ولكن دايما نمرق بالتنال لما نكون عم نخسر افترض أشخاص عم نخسر أمور إيماننا هو اللي بيقوينا ولكن لابد من أنه نقطع بفترات فيها يسوع بك أوكي ليس الفرح هو الابتعاد عن الألم لذلك نحنا شو منقول بعمره الألم معطى الحزن الحزن هو يا اللي بيعطي الألم وفي فرق كتير كبير بس نفتش عن حياة خالية من الألم رح نلاقي الألم وراح نلاقي الحياة وإنما عندما نقبل الحياة بكل شيء في عندها رح نقدر نتخطى الألم بير ميشيل عبود ما بينشبع من الكحديث معك أكيد نحنا اللي قانا بيتجدد أربعة المقبل لنقلراد ومنعطي أكيد موعد لكل المشاهدين اللي عم بيتابون أهلا وسهلا فيك وشكرا الله أعودكم الصبايا ويعطيكم يا حلا